السلام عليكم وعليكم 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 بمادة الهيستولوجي اللي هي مادة علم الأنسجية علم الأنسجية فتعلم بسيط وعلم ممتع جدا وهو يختلف عن الأنتومي بشغلة وحدة الأنتومي انت من تاخذ قطعة من الجسم وتشوفها بعينك سميتها كأنتومي لكن هاي قطعة الجسم اذا تاخذها وتحطها جو المايكروسكوب راح تدرسها كهيستولوجي فاليوم اول ما هذا راح ناخذها هي اليوريناري سيستم الجهاز البولي رح ناخذ اول شي بي اوورفيو رح ناخذ فالمراجعة عامة وفكرة عامة عن الورينار سيستم منين يتكون بعدين رح ناخذ البلد سيركوليشن هذا الورينار سيستم شون داخذ الدم وشون يفلتره وكذلك اللي يغذي يعني اللي يغذي الجهاز البولي زين رينال كورباصل عن البلد فلتريشن زين او هن ايضا رح ناخذ الكويبات اللي هي القلوماريولاي ونشوف شغلها وعملها شون يصير واخر شي رح ناخذ الاجزاء الرئيسية المتبقية من الجهاز البولي اللي هينا البلدر واليوريتر واليوريترا تمام فهيس الافورو بممانتنا عدنا احنا الجهاز البوليين في اسماقنا هالسنين يتكون يتكون من بيرت كدنيس يعني يتكون من كليتين وكذلك الحالب البلدر وش عدنا واليوريترا البلدر اللي هي المثان البولية واليوريترا اللي هو الاحليل اللي يطلع من عدة البول اللي هو يعتبر الـ external bot this system primary role is to ensure optimal properties of the blood يوفر لك المكونات المثالية والظروف المثالية للدم حتى يشتغل which the kidneys continuously monitor يعني الجهاز اللي راقب لك الدم ويشوف احواله ويشوف اموره هو شنوه هو الجهاز البولي عن طريق شنوه عن طريق الكدنيس هذا اليوريترا سيستمالتنا نفس ما قلنا متكون من الكدنيز محاطات فيبرس كابسول وبعد طالع من عتهن اليوريتر اللي هو الحالب اليوريتر نهاياته ايضا اثنين نهاياته وين متصله بالبلدر باعتبار اليورين اللي هو البول راح يطلع من الغينال وين يروح يروح للبلدر عن طريق شنوه عن طايق اليوريتر اثن اليوريتر يحتوى كناغل زيال البلدر. بعد هنانه وين تفرغ يتفرر باليوريترا ل пред cows ويطلع اليورين لباره طالب وهاي الرينال مالثة ن� الاناتومي مالثة نفس ما قلنا نحن الاناتومي نباور بعيونه السيحنا نشائلون الرينال حاطها بدينا ونباعالها اذا شناها حاطيناها جو 是راح نقراح نقراح هستولوجي هناك الرينال ملتنا مم تكونت جاي اليوريتر حينا ط nets مم ي遊ب انه جاي من جاي اليوريتر الاول شي! من طابر رينال Зем ونكون لكj اليوريتر نفسه من طب Books تعني اليوريتر uh.. وصار بهاتر اتست maturity هذا الرينال sentenced سيتستمر velipar سيكون لك تفرعات داخل الرينال راح نعرفها من ندرس الهيس تلية ديماطي الرينال الرينال أстро Lands 39 MS الريينال بسرعة من ـ من ـ من ـ من ـ تركيبن القشرا الخارجية هاي بهذا ستكن делают دائما الطريقية بتسكن من ـ من ـ من ـ من ـ بو اوقاته القشرا什么 ال� rudep فهي الP�� Ar decimal ρεί oste 오른 studio اللي هي تحيط وين تحيط بالرينال هاي courts تحيط بالرينال وبعد وتتكون من المدلة المدلة شنية اللي هي بوطانة تلك ديا خلص فأني عدي رينال أول شيء أول شيء محاطة بشنو محاطة بكابسول بكابسول خارجي فاير بروس كابسول هاي ما لها علاقة بيها زين بعد تجي تشيل الكابسول هاذ الكابسول راح تباوع تجي تلقي جوة شيء تلقي الكورتكس اللي هي قشرة الكلية وتلقي المدلة اللي هي بطانة الكلية ايدا انا عدي فاي بروس ليل سميناها رينال كابسول شلناها ميشلناها طلعت الرينال الرينال مني بتكونناه من الكورتيكس، تمتكونناه من المدلة واضح%. آه هاي الرينال المدخل الني تدخل بي الأوعية الدموية والأعصار شه نسميه؟ نسميه الهايلام هايلم هو متخل الأوعية الدموية اسمني هذا الرينال ارتري اللي هي شريان الكلاوي لغذي لك الكلية وطالع من عندها أيضا الرين والذين وأيضا داخل بها النرف فالمكان اللي يدخل بها أن يكون شي سمي نسميه الهايلام هاي بالنسبة المن للكدني فاليوري نفسي يتكون من الكدنيتس اليوريتر اليوريترز الي هنا أيضا نطلقين البلدر المتانئ واليوريتر الي هو الأحليل زي فنجي الكدني يقول ايش كدني هاز اكون كيف ميديكال ميديا اللي عفو بوردر يسموه شي نوال الهايلام يعني بالوسط معلاتها هذا الهايلام اليوريتر يطلع من عدة الأحليل اللوعية الدموية اللوعية اللنفاوية زي تطلع وتدخل بي و تدخل بي يعني عدف التركيب مقر يحيط بيها من كل جوانب هاي الشي سمينا قلنا سمينا الفايفرس كابسول شوف هسا هاي الكدني هاي الجزء اللي انت دا تشوفه ما دا تشوف الكورتكس لا دا تشوف الكبسول هاي الجزء اللي انت دا تشوف هاي الجزء اللي انت دا تشوف الكورتكس والمدلة اللي هنه موجودات بالرينال بالكدني يقول يقول بالهيلم يقول بالهيلم يعني بالميديا اللوب نهاية الاحليل نهاية الاحليل اكسباند اذر رينال بيلبيس يش قلنا قلنا اليوريتر من راح يدخل راح يتوسع نفس اليوريتر من دخل الكلية واتوسع ما سمينا اليوريتر سمينا رينال بيلبيس زيب فيقول صار رينال بيلبيس انت دا تشوف انت دا تشوف ميجر كاليسيز نفسه مستمر هذا يوريتر وصل للكلية توسع شوية سمينا رينال بيلبيس الرينال بيلبيس طب داخل الكلية بالمدلة تكون لك عدة تراكيب اثنين او ثلاثة يسموهن الميجر كاليسيز الكأسيات خلنقول تمام؟ الكأسيات ليش نحن يصرش كلهم مثل الكأس واضح؟ يصرش كلهم مثل الكأس فدخل اليوريتر بالكلية سمينا رينال بيلبيس الرينال بيلبيس الرينال بيلبيس تقسم الى عدة تراكيب اللي هنه الكأسيات شو اسمهن اسمهن الميجر كاليسيز الميجر كاليسيز الميجر كاليسيز اللي هنه شنو ايضا امتداد اليوريتر و ايضا امتداد الرينال بيلبيس ايضا رح يتقسم الى تراكيب صغيرة سميناها الميجر كاليسيز سميناها الميجر كاليسيز كلي سهلة بكلش واضح. وهنا يقول بعدين تتقسم الميجر كاليسيز الى شنو؟ أزغر منعتها بعد شنو هي الميجر كاليسيز ميجر يعني كبار وعيسيات ميجر يعني أزغر منعتهن زياد أرائز فوم إيج ميجر كاليسيز تطلع منيين تطلع من الميجر كاليسيز واضح يقول هاي البارنكايمة مات الكدني بيها بالخارج رينال كورتكس حتشيناها قشرة الكدية وهي رينال كورتكس وينها؟ الداركر ستيند يقول قتم نتفاعلها راح تلقاها دارك داركينة زياد ريجين وذ مني راوند كوربسلز عني تيبيو الكروسكشن يقول من راح أشيلها تقصها؟ راح تلقا بيها نويبات راح تلقا بيها كوريات كلوية زياد عني تيبيو وعن دارك يقول بالخارج مات الكورتكس راح تلقا نويبات وشينو؟ وكوريات وأيضا من الطب اللي جي جوه بيها كورتكس بالبطانة مات الكورتكس مول كليه بالبطانة مات الكورتكس أيضا راح تلقا فدنوبيبات وراح تلقا نويبات وراح تلقا نويبات زياد هاسا احنا قبل لانطب بالتفاصيل مالاتين اش خنقول؟ اول شي احنا عدنا مصطلح يسموه الاتيوب تيوب اللي هو انبوبة صلا داخل نقول هاي انبوبة نفسها اريد اصغرها ما اريد اقول انبوبة اريد اقول نبيبة يعني المصغر معلتها شا قول؟ اقول تيوبيول 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 واضح؟ تيوب تيوبيول بعد اش عدنا؟ عدنا الاسسيندنج والديسيندنج اسسيندنج معناها صاعد ديسيندنج معناها نازل هاس راح ناخد الاسسيندنج لو اوفنلي والديسيندنج لو اوفنلي يعني ديسيندنج نازلة واسسيندنج صاعدة زياد هاي بالنسبة اذنى المصطلحات ايضا عندنا مسلا راح تيقول داكت ايضا المصغرها شنو؟ داكت يون واضح ف كملنا هاي نيجي علمين احنا عرفنا الكورتكس نيجي علمين للرينال مادلة بطاعة تلكلية منين تتكون الرينال مادلة؟ تتكون من ثمانية الى خمسطعش كونيكل ستركترز يعني تراكيب خرطومية عددها من ثمانية الى خمسطعش يسموها سموها الرينال بايراميدز يعني شكلها شون يصير هرم الشكل يس شكلها يصير هرم الرينال بايراميدز شكلها تشوفون شون يصير هرم الشكل هاوياها هاي رينال بايراميدز اذنّي عبارة عن رينال بايراميدز عدده اللي إجعلت من ثمانية الى خمسطعش زي اجد يقول القاعدة اذني الرينال بايراميدز هاوياها هاي القماماته من نانة التي بذائها أين может وأ sfضل؟ القمم علىن اسمها وهذه نفسها قمم على النفس بعيدة قديمة منmania قوة القمم على texto واضح تهنانا شنو؟ يقول بالباس مالة في قاعدة متصلات بالكورتكس في منطقة اتصال الكورتكس بالمدلة زي يقول الكورتكس تفصل نفسها عن المدلة بأعمدة كلوية بأعمدة كلوية تمام يعني اذا اجمع البيرامد اللي هنا خاصة المدلة ويا هالكورتكال تيشو اللي هنا خاصة الكورتكس يعني النسيج القشري اللي هو مانت الكلية مانت الكورتكس يعني شوف يعني شعدي عدي هاي 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 قاعدة شنو؟ قاعدة البيرامد وهنا قاعدة الكورتكس هاو لاها ها قاعدة الكورتكس يقول من أجمع هاي أو هاي يعني هذا 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 التركيب من أجمعه شسم التركيب شنسمي ذاري دين جمعة سوة ما نقول مثلا بايرامد زاء الكورتكس نقول لا الكورتكس والبايرامد سوة شسميهن اسميهن الرينال لوب الرينال لوب فهنا أنا شو يقول يقول آن من أجمع البيرامد والكورتكال تيشو في بلطاعة دماناتين وان اكستيندنج اللونج اتسايد كونستيويت الرينال لوب يعني يقول من أجمع الرينال بايرامد وكذلك الكورتكال تيشو جمعتين سوة وكذلك بالجوانب أيضا أجمع جوانب هن شنسميهن رينال لوب يعني فصل كلية زيئ باللل داكتس ان دي تيوبيول اكستيندج فرامد دمان يقول راح تطلع لي فشنو فالنبوبات هاي الأنبوبات والنبيبات تمتد من المدلة تمام يعني من هنا من البطانة هاي من البرامد بنقاوزين وين تروح تروح للكورتكس واضح كومبرمايز دا مدللار ريز شن هاي الخطوط أو النبوبات أو النبوبات سموهن المدلاري ريز زيئ زيئ ديس فلاس دير السوشييت كورتكال تيشو سموهن سموهن رينال لوبيولز مو الفص يعني فصيص الكلية فأني بديت وين بديت لوبيولز تchodبي وين صارعت دي صارعدي بالرينال هواها تتصل بالقاعدة معلتها وين في قاعدة الكورتكال تشو مو بالقمة تتصل في قاعدة الكورتيكول تشو سميناها سميناها رينال لوب يعني هاي المنطقة كلها هاي المنطقة ده عريد أسميها كلها شا سميها؟ أسميها رينال لوب لكن هاي الخطوط راح تطلع لفات خطوط مدلة الرئيس رئيس يعني شعاع فكأنه أكوفت هاي النبيبات والعنابيب اللي طلعت من المدلة وراح أطبتلي بالكورتيكس كأنه مثل الشعاع شكلها سموها مدللري رئيس هاي المدلة الرئيس ويه الكورتيكال تشو سميناها مو لوب لا لوبيول لأن احنا قلنا المدلة كلها اللي هي رينال طارامت زائد الكورتيكس سميناها لوب فص ولكن اللي طالعات من المدلة ومتصلات باللي طالعات من الكورتيكس يعني صغار مالتين سميناها سميناها رينال لوب اللي هو فصيص الكليز الكليز هاي بالنسبة الم forgiving بالنسبة للكورتيكس فهسا هاي وضحة عدمة انا مش عدي عدي هاي اول شي رينال هاي رينال مالتنة هاي رينال مالتنة تمام هاي رينال مالتنة عدي هنان الـ parent وعد هاي المنطقة خلنو فصل هنا هسا بالاهمر هاي المنطقة شنية هاي الكورتكس هاي الكورتكس هنا هنا كورتكس وهي شنية هاي المدلة هاي المدلة وهي شنو هاي كورتكس واضح واضح جلنا هاي المنطقة اللي هنان اللي هي اتصال الـ Pyramid وين بالكورتكس سميناها رينال لوب انا جاعتها لانهي مهمة لانهي علاقة بالـ Blood Circulation راح نلقى اكو انترلوبار ارتري يعني موجود بهاي المنطقة راح نلقى انترلوبار ارتري يعني موجود بالمنطقة اللي طالع من المدلة الريز زين الـ رينال لوبشنية راح تطلع المدلة الريز مننا تتصلك بالكورتكس هاي المنطقة اللي هنانا سميناها سميناها رينال لوبشنية رينال لوبشنية رينال لوبشنية وبعد لبشنية ربشنية رغيرة المحنة رำ راح يتوسع الى هذا الرسم توضيحه فانم نقل مع عال الحمس الوجه يبدأ تبدأ هناك المطق يوجد مع ربما يمكنک أَدْأَرَنَوْفِلُوْفَلُلُوْوْوْلُوْلُفِلُفُلُفُلُفُلُفَلُفُلُفُلُفَلِي بلا قال ربما هواتف خلصناها يقول يقول في قمة يعني في قمة هاي البايرامد اللي هنا ذن نوياهن ايش عدي؟ called the renal papilla هاي شيني هاي بايرامد هاي شيني هاي القمة مالتها يقول اكو شين عدي؟ اكو عدي renal papilla اللي هي حليمات الكلية زي a project into minor calyx هاي renal papilla وين الطب؟ الطب لك بالميجر calyx زي بال minor calyx that collects urine اللي يتجمع الادرار formed by tubules اللي رح ناخدها بالنبيبات الكلوية in one renal loop يعني شينو؟ يعني يقول لك هاي renal papilla تاخذ لك اليورن منيًا من minor calyx اللي متجمعت لك اللي جمعت لك اليورن منيًا من الي tubules اللي موجودة بالكلية زي H kidney contains roughly 1.25 مليون functional unit called nephrons هنا اهم شي عندنا بالمحاضرة اللي هي شنية اللي هي النفرونات النفرونات هي كوبايبات الكلية شنية كوبايبات الكلية؟ شو ما هستك انسان؟ الخلية هي وحدة البناء الوظيفية عندك الكلية كذلك وحدة البناء الوظيفية الرئيسية اهم شي بالكلية شنية هي الكوبايبات الكلوية هاي الكوبايبات الكلوية بيها تراكيب تسمح لها شنو؟ تسمح لها تاخذ الدم مال للجسم الصفي من الشوائب تعوف بي فقط المواد المهمة البروتينات للغلوكوز وترجع للجسم فتجيب الدم اللي متروز الشوائب تاخذ منه الشوائب تطلحها لبارة والشغلات الزايدة اللي ما يحتاجها الجسم وترجع الدم واضح؟ هذه الكوبايبات الكلية لها وحدة البناء الوظيفية عن الكلية هذا تعيش تريد من 1.4 مليون نفروناية النفروناية اللي هي اصغر وحدة بنائية 변 اللي والكلية انت تتكون الشنو تراكيبا؟ أول شي ادى الرينالب كوربصل هذا التركيب شن نوows؟ هذا التركيب رينال كوربصل غير اللون هذا الرينال كوربصل الرينال كوربصل بي جزئ جزئ للخارج اسمه برايطل وجزئ للداخل اسمه فيزرال فأول التركيب تتكون من عدة النفروناية شي اسمها اسمه الرينال كوربصل جزئ الجزئpie الشيئ للطاق المهر مدير انتبط تنظر السيء الثاني الطالح من عده مدير انتبط تاني النطاق التسيئة تتكون من التي 2. thick descending يعني بها أمبوبة رقيقة مستميكة رقيقة يعني ضعيفة اسمها اسمناها ثم بها ascending thin lib of hinley يعني بها جزء نازل و بها جزء ساعد how unique وراها لديه والدستل لديه unnecess系 مستقيم вперد ما صار بها توستد ما صار بها فد كيرفات يعني ما صار بها فد خنقول انحرافات بحيث تكون ملتوية الشكل سموها الستريت مستقيم بينما اللي صعدت لفوق سموها ديستال كونفليوتيدي تيوبون ملخص عدي تروكزمال تيوبول عدي اللوب اوف هلي عدي ديستال تيوبول واخر شي عدي الكولكتينج دات فما تتكون الكبيبات الكلية اللي هي النفرونيات تتكون من الرينال كورباصل والبروكزمال تيوبول واللوب اوف هلي والديستال تيوبول والكولكتينج دات والكولكتينج دات زيب نحن نجي هنا عنا عدي الرينال كورباصل عن انيشال دايليتيد بارك يقول في التركيب ابتدائي يعني بداية الكبيبات متوسح يقول لك يعني محيط غالق لك يمسوي لك في الجدار عازل المين للكبيبات يعني عقدة يعني هوسة بين قصير هوسة مع شعيرات دموية هاو يا احد شوفوها هاو يا احد تشوفوها هاي الشعيرات الدموية اللي مجتمع مع بعضها وصارها مثل العقدة لوب يعني عقدة زياد يعني فتشين معقد شيني هاي الشين معقد اسميناها الكلوماريو لاي الكلوماريو لاي فش يقول هنانا يقول هاي الريناد كوربصل تحيط لك بكابيلار لوبز على موقع اللي يصير بتصفية الدموية موقع اللي يصير بتصفية الدموية هذاني كلش مهمات يعني جينكم MCQ مواقع التراكيب النفرون راح نلقاه ناس احنا واحدة واحدة نأشره هسا اول شي عنا الريناد كوربصل وين موجودة؟ موجودة بالكورتكس احنا شقلنا قلنا الرينل متكونة من كورتكس عفيا من المدلة.. المدلة encuentra تحيط التراكيب جذني الكورتكس beeها إلى جذني التراكيب اول تركيب يوم هو الرينل الكوربصل البروجزمال الم cowpipule الي هاي الطالع من الكوربصل الطالع عن الكوربصل لماذا قالوا عليها؟ لان اي شي طالع من التركيب الاصلي اول تركيب طالع من التركيب الاصلي يسمين بروجزمال يعني قريب من عدة هاي هذا يأن تصبح هنا Danny النبيبات القريبة ليش لان طالعا من الكربصل الدستال تيوبيول تشوفون شوان بعيدة عنها فيسموها الدستال ما يقولون بروكزومال فبروكزومال تيوبيول هي لان قريبة على الكربصل دستال تيوبيول لان بعيدة واضح فعندنا البروكزومال تيوبيول فالتركيب طويل صار بي تويستنج صار بي عدد كربات عدد انحرافات مثل ما دستشوفون بالشكل صار بي هنانا صار بي ذني الكربز زيح هاي اول شي واضح فهس شغلتين صار بي الكورتكس الرينال كوربصل والبروكزومال تيوبيول فكلها صار بي الكورتكس وذ اشورتر ستراييت بارت ذات انترز المدل فالكونفوليوتد كلها صار وين صار بالكورتكس ولكن نعدي ستراييت بارت شوفوه هاذا شنو هاذا الكونفوليوتد بارت أو بروكزومال تيوبيول اكو جزء من عدد هاذ شنو ستراييت سترايت هاذا شوفونا سترايت 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 تيوبيول سترايت طيب Absolutely موجودة بالمدلة أو ما يسموه النفرون لوب Nube Wayバتd موجودة بى مدلة نحن باعتبار المالتو Bertrand النهاياتها موجودة بى المدلة او موجودة المدلة Ascenting with a thin descending and a thin ascending limb يقوم بمسات في الطرف نازل هذا اذا بالنسبة للابه فعلا طلاب عندنا هذه الكبيبة هذه الكبيبة عندّي هنا رينال كورباصل بها الجلوماريولاي اللي هي الشعيرات الدوموية كابللاريز هي الجلوماريولاي هاي الجلوماريولاي فهي أول شيء عندّي هي رينال كورباصل الريناتور بسط تطلع غلعتها البروكزمال التوبول البروكزمال توبول بيها بيها طرف شنو صار بي كونفوليوتيد سمينا البروكزمال كونفوليوتيد التوبول أو بيها طرف شصار بي ستريت ما ملتوي لا صار ستريت واضح صار ستريت سمينا البروكزمال ستريت تيوبيول هذا كله يعني من هنا من هاي المنطقة أو لي فوق وين بالكورتكس اللي جو بعد وين عثي بالمدلة هذا مننا نبدأ من البروكزمال ستريت تيوبيول وكذلك اللوب اوف هاللي وين صارت صارت بال بالمدلة نيجي الوراهج قلنا قلنا عدي اللوب اوف هنلي اللوب اوف هنلي بيها خنقول الستريت اتيوبيول لحد هنا حتى نخلي مكان لرسم هاي البروكزمال ستريت ستريت اتيوبيول اتيوبيول زيان وراها تدشيني الثن ديساندينج لوب اوف هنلي وعدي الثن أساندينج لوب اوف هنلي الثن أساندينج الثن يعني الجدار ما لاتها رقيق الثك رح تلقوها هاتشي واسع زيان والجدار ما لاتها سميك فهاي هاد ثن هاد ثن ديساندينج وهاد شنوه هاد ثك أساندينج او العفو ثن أساندينج ثن أساندينج زيان هاس تدني عرفنا تدني وين صارت ايضا عفية أساندينج لنب أوف لوب أوف هنلي زيان هسا هاكملنا نيجي وين داعات ايش عدي عدي الدستال تيوبيول الدستال تيوبيول اللي هنجلنا البعيدة كونسيستنج تتكون من أثيك سترايت بارت يعني شوف الفرق بار أساندينج من لوب هنلي إلى الكورتكس و ملتوية كونسيستنج ملتوية كونسيستنج يعني شون الطلاب بين قوسين بين قوسين هي عكس البروكزمال تيوبيول أدام لاحظين تريد تحفظوها شون البروكزمال تيوبيول تبدى شون كونسيستنج تبدى ملتوية ملتوية تنتيها بسترايت الدستال البعيد عكسها تبدى سترايت وبعدين تصير ملتوية هذه بالنسبة للنسبة للدستال تيوبيول فتتكون من ثق سترايت طالع من لوب هنلي يعني تكمل لوب هنلي زيان وين يستمر يستمر وهو طبعا يكمل بالكورتكس بأعتبار احنا رجعنا صعدنا بالدين بالبروكزمال تيوبيول نزل بالكورتكس نزلنا للوب هنلي رجعت الوب هنلي صعدت كونت لك شنو الدستال تيوبيول يعني صعدت وين رجعت رجعت لي بالكورتكس زيان و اكون بلوكزمال بار كومبل اندو كورتكس كومبل اندو كورتكس بها بدت سترايت وتحولت الى كومبل البروكزمال بدت كومبل تحولت الى سترايت فنجي نكمل أدنى نكمل وطبعا الطبقة الشي تكون الطبقة تكون thick الطبقة تكون thick هذا عدي thick شنو ascending سترايت بار دستال تيوبيول زي بعد قلنا تتحول الى شنو تتحول عافية تتحول الى convoluted سميناها distal convoluted tubule distal convoluted tubule زي ال distal convoluted tubule راح تنتهي ب connecting tubule connecting tubule طبعا هاي ما راح تكون موجودة بالرسم واضح عدكم ذاك لكن هنا راح نبسمها هاي عد هنا تنتهي ب شنو هاي collecting tubule connecting tubule تنتهي collecting duct خلصنا ثان عدي النفرون هذا النفرون النفرون داكتس اللي هن اللي هن تتحول الى عفية distal tubule distal tubule تنتهي بال connecting tubule اللي هن خلصت النفرون اللي هن خلصت النفرون اللي هن كوبايبة الكلي اللي هن الوحدة البنائية الرئيسية والوظيفية بالكلية زي اريد اوصل النفرون اوين بال collecting ducts اللي هن الان الانابيب الكلوية زي هذن ال collecting ducts اللي جمعن كل اللي صار هنانا يجمعن يعني كل اللي صار بالنفرون جمعن بال collecting ducts الشيون عن طريق افو connecting tubule اللي هاها connecting tubule نبيبات رابطة هنقول اتوصل لك النفرون هذن بال collecting ducts اذن انا عدد جزيئات النفرون ياهن ندن الخامسة كوربسل proximal tubule loop off distal tubule connecting tubule زي ال collecting ducts مجزئة من النفرون ولكن هي تاخذ كل شي صار داخل النفرون وترجع وين ترجع الميجر كاليكس الميجر كاليكس حتى يرجع يطلع واضح فهذا طلاب عرفنا لنترقية الخفزة نجي ال connecting tubule ال connecting tubule هي short minor bar تقول هي جزء قصير صغير linking the nephron يربط لك النفرون وين بال collecting ducts واضح connecting tubule from several nephrons يقول عدي مثلا نفرون أو نفرون أو نفرون ال connecting tubule ما لا تنذني يتجمع نسو merge تجمع نسو شي تكون لك تكون لك ال collecting tubule في connecting tubule تتجمع لك تكون لك collecting tubule زي that then merge as larger collecting ducts واضحة واضحة فإذا نأدي ال connecting tubule تتجمع مع بعضها حتى تكون لك شنو collecting tubule اللي هن نقول النبيبات الجامعة اللي تجمع لك ال urine ال collecting tubule أيضا تجمع مع بعضها تتجمع حتى تكون لك larger collecting ducts أنا بي مو نبيبات فآني corpusal proximal tubule loop distal tubule connecting tubule أنا أبيب النبيبات الرابطة اللي تربط لك نيفرون بال collecting ducts زي ال connecting tubule مع connecting tubule من نبيبات ثانية من نيفرون الثانية يتجمع مع بعضها يعني نيفرون نفس هاي رسلناها احنا يتجمع مع بعضها صار عدي collecting tubule اللي هو الأنابيب الجامعة الكل تتجمع مع بعضها شو تكون عندك collecting ducts تكون عندك collecting ducts اللي هي أكبر واحدة خلصنا كل أجزاء النفرون خلصنا كل أجزاء النفرون هل سواء نجي نجي لل blood circulation كل السهل كل السهل اللي نحصد بسرعة أصلا اللي هو التغذية الدموية اللي يصير داخل الرين اللي يصير داخل الآيورتة مالثني يتقسم إلى ascending و descending اللي هو الشريان الأبهر سوف أعطوه معكم علاقة بها هذا اللي راح تشاهد بالبداية هو يعني ما مطالب بي لكن للفائدة إنه أنا عدي شريان الأبهر بجزء يسمي descending آيورتة يعني الشريان الأبهر اللي شنو اللي نازل descending آيورتة راح يطلع فرع من الدكوير كل ضرم اسم الرين� آرتري اللي هو الشنو اللي هو الشريان الكيلوي زي من Convention ان تقسم أربعة أخرة راح أول حسناً التقسيم من عمدي ، أول فرع نقطة من عمد أول فرع يعني مباشرة طالع من الرين الأرثري اسمه شنو اسمه The Segmental Artery The Segmental Artery The Segmental Artery الفرع اللي طالع من The Segmental Artery هذا Segmental Artery راح يطلع فرع من عده من كل Segmental Artery يطلع فرع من عده شسمه يعني راح يطلع لك عدة فرع ما اسمه الانترلوبر آتري ليش؟ لأن وصل لك اللوب اللي وصل لك لفصلك اللي لا تذكرون قلنا هو اتصال الكورتكس وين عافية بالبيرامد سميناها كلها مجموعة سميناها ريناللوب فاللي يغذي لك الريناللوب كل ريناللوب شي غذيه؟ يغذي انترلوبر آتري انترلوبر آتري زي الانترلوبر آتري راح يفتر على شكل سهم شايفين هاي القوس ما تستهل على شكل قوس سموه الاركويت آتري نعم شكله مثل السهم فسموه الاركويت آتري واضح هذا الاركويت آتري راح يطب لك وين بعد؟ يطب لك باللوبيول لشوفو ذا نفروع الزغار طالعة يطب لك باللوبيول ايش راح يصر اسمه الارتري؟ انترلوبيولار آتري تركن السهلة اي نحن نعم نaddى آتي انقس 힘 فله علي الرüngير الرключو على اي vacuciones السيجمونة الارتري السيجمونة الارتري يогдаر تطب لك باللوب آتري سميناها الانترلوبر آتري الانترلligen Kerry سميناه الاركويت آتري الاركويت آتري سيصب لك بالى رئي يعني اين يعني بالانتر يعني باللوب ايش طلع عندنا؟ طلع عندنا الانتر ببونات الجلدان تلهي المفترض المفترض يستطيع هو التواجد في حالية متكامية حين يتقسم بالهائلوم يعني دخل الرينال ارتري تقسم بالهائلوم على شينو سيكمنت الارتري حول الرينال بيرفيس اللي هو هذا شينو هذا شوفون هذا هذا هو حوض الكليه اللي هو يورتر نهاية اليورتر نطاب بالرين والقلنا اسمها الرينال بيرفيس حوض الكليه هذه الرجالات تتفرع أكثر أكثر تحولت من الرجال التي تطبت بفص الكليه تحول منطقة الرجال والتخلية تحول من الرجال والتخلية تدخلت برغب الكلية زين فاسرناها انترلوبر ارتري زين which extend between the renal pyramid toward the corticomedillary junction واضحة يقول طب ال renal pyramid ويم الكortico-medillary junction اللي هيو شنو والي هو اللوب زين here the interlubar artery divide again to form the arcuate arteries اللي هنا ذنو ياهن ذن شنو لنه ذن ال arcuate artery ذن ال arcuate artery واضح which run in an arc along على شكل سهم زين along the along this junction at the base of each renal pyramid تصل junction اللي هي منطقة اتصال من قوسين الكورتكس عفية بالبارامد اللي هيو المدلة smaller interlubular arteries اللي هي cortical radial arteries اسمهن الثاني سموهن cortical radial arteries زين radiated from the arcuate طالعات ذنو ياهن نشوفوهن طالعات منيين عفية طالعات من ال arcuate artery علاش كريز زين يقلك كأنهو تشعع من منيين ان ال arcuate arteries extending deeply in the cortex الطبلك في عموق الكورتكس كل السهلة ترمان بيها اي صعوبة بديتي بشنو عفية بديتي برين الارتري الرين الارتري طب لرين البلفس بيم بالهايلم تفرع لك الى شينو تفرع لك الى segmental arteries اثنين او اكثر segmental artery طب لك بال loop of the kidney تفرع لك الى شينو ال interlooper artery ال interlooper artery افترح حول اللوب زين سميناه الارتري الارتري راح يطلع لك radiate يطلع لك في الشعاع من الارتري سميناه الشينو ال interlooper artery بعتبار هنا طبا بالمدلار بالانتر لوبولار باللوبولار رايد نسميناها انتر لوبولار آرتري زين from the interlooper arteries arise the afferent arterioles اللي هن artery يعني شريان arterioles يعني الشريان زين الشرينات المصغر زين تطلع ال afferent arterioles اللي هن شنينه اللي هن الشريان الداخلة ذنو يحن قد نجي موجودة هذن يحن شوفوهن هاي مورين الكربصل هاي مورين الكربصل هاي العفو الرينال كربصل الشريان اللي يجي يدخل بيها يسموه afferent arterioles أصلا شنو أصلا الانتر لوبولار آرتري زين يعني شنو يعني نحن بدينا الرينال آرتري اللي هو طالع من الأيورتي وصلنا لل afferent آرتري اللي هي طالعة من الانتر لوبولار آرتري اللي هو أحد تقاسيم الرينال آرتري ها زين فهاي الأفرت آرتري بعض شي يقول هنان هاكمل شي يقول which divide to form a plexus of capillary lobes called the glomerulus خا هاي حتشيناها احنا هاي شيني الهوسة هاي الهوسة ال glomerulus اللي هي شيني اللي هي الكوبايبا يقول each of which is located within arenal corpus اللي اذن احنا عدنا الكوبة تشبيرة هي اللي مسئول اللي بها دن التراكيب الخمسة الليonde شرحناهن وعدنا اللي هي الكوبايبات زيان الكوبايبات اللي هي الشعيرات الدموية اللي مسئولة عن تصفية الدم فانا عدي تمام اللي هي الكوبة جبيرة نقول عدنا شينو عув simple اللي هي الكوبايبة 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 زيان يقول كل واحدة من عدها موجودة بالرين الكربصل نفس ما موضح هنانا شوفو وين موجودة هاي الكوبايبة موجودة بالرين الكربصل اللي هي لوب أوف شني أوف كابلاري شعرات دموية رغدة من الشعرات دموية زين where the blood is filtered هنا تصفية الدم زين blood leaves the glomeruli capillaries via different arterioles فعني شينو طلاب interlobular تفرعلي الى efferent arterioles اللي هي efferent يعني داخلة داخلة بالكبيبة زين النوب glomerulus اللي هين العقدات صار تصفية الكبيبات عفو صار تصفية للدم طلعا منعتها شنو efferent arterioles which at once branch again to form another capillary network شي اسمها اسمها الperitubular artery الperitubular عفو capillaries is a profusely distributed throughout the cortex يعني شنو يعني شنو يعني عاني هسة لنرسمها نحنة حتى ما الصائل نهوسة هذا يعني كلش مهم زين اللي هي النفرون تركيبها حفظونا يعني كلش مهم واساس زين فعني عدي هاي الرين الكوربصل تمام اجاني مننا انتر lobular artery هادة انتر او خلن بدن البداية خلن بدن البداية هاي الرين المالتي دخل الرين الارتري تفرع علي الى segmental artery segmental artery segmental artery تفرع علي الى شنو عفية segmental الى انتر الوبر الانتر الوبر تفرع علي الى الـ Archiweit الـ Archiweit الـ Archiweit تفرع إلى Interlobular الـ Eiffelant Eiffelant Arterium هذه هي الأفرنت التي تدخلها بالنفرون هذه الأفرنت تكون هنا الـ Capillaries إلى شعرات دموية هاي الشعيرات الدموية من راح تكمل شغلها هنانا راح تتحول الى شنو الى إفرنت أتريو فالدم يجي بشوائب بهاي المنطقة يمشي يمشي الدم بهاي الشرايين بشوائب يطب بهاي الشعيرات الدموية هنانا يطب بهاي الشعيرات الدموية يعني هناك صار التحول من شريان الى شنو الى شعيرات دموية مباشرته يعني من آرتري خلنقول من آرتريول الى كابلاريز الى كابلاريز اجي الدم بهاي المنطقة طب ليه هنانا للكابلاريز الصفة راح تنعدى الشوائب طاحت جوة طبت بالكون طاحت على شكل شنو على شكل بول على شكل يورن وعديا الدم النظيف ش راح يصير راح يطلع بالإفرانت أرتريول وبعديا يروح لي الجسيم الإفرانت أرتريول الإفرانت أرتريول ايما راح تتفرع الى شنو الى التفرعات الى التفرعات يقول هاي الإفرانت أرتريول راح تكون لك شبكة من الشعيرات الدموية يوجوالي سموها ذببيري تيوبولار كابلاريز زين وين صير صير بالكورتكس خلن يجي إذا بالكورتكس سميناها شنو سميناها البراتيوبولار أرتريول فقاني طلاب طلاب حتى ما ندوك إحنه قاني إذا الإفرانت أرتريول موجودة بالكورتكس هاي الإفرانت أرتريول راح تتوزع على شنو على شعيرات دموية إذا ج spinach يسمها ilpracubular cig كابلاريز العلق صير 이는 إذن الإفرانت أرتريول إذا الإفرانت أرتريول هسا هاي بالكورتكس يعني شنو يعني بالكورتكس كلي ш يحب بنا إذا بالكورتكس لكن الإفرانت أرتريول إذا كانتニفرون Berlin مو بال الكورتكس إذا كانت بالمذلة إذا كانت بالمذلة إذا كانتِ بالمذلة ونهايتها إذا كانت بالمدلة وليس بالكورتكس ما رح نصير شنو كابلاري رح نسميها شنو بازا ركتا بازا ركتا واضح؟ واضح؟ كل شي سهل فالإفرقت أرتيول هاي وين؟ بالمدلة ترماكم أوضح من هذا الرسب بدينيотانى برينال أرتري انترلوبار أرتري أركويت أرتري انترلوبيولر أرتري طلعت أفرنت يعني الداخل أفرنت يعني طالع فطالعة الأفرنت أرتريول طلعت الأفرنت أرتريول إذا تشانت اذا كانت بالكورتكس رح أقول عليها Peritubular Atter Capillaries Capillaries يعني الإفرنت أرتول راح تتفرع على Peritubular Capillaries إذا كانت وين بالكورتكس أما إذا كانت بالمدلة راح تتفرع على Vasa Recta ولكن هي عادة بالأكثر تتفرع على Peritubular Capillaries نفس ما أقال هنا فهنا إذا كانت بالكورتكس راح تتفرع على Peritubular Capillaries لكن يقول بالمنطقة اللي قريبة من من الكلوماريولاي نرذى مدلة بالمدلة Effort arterioles do not form Peritubular Capillaries يقول إحنا إذا تتفرع على Peritubular Capillaries المدلة اللي هي المنطقة اللي قريبة من الكوربصل زين بط 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 تكون لك عقد من الشعيرات الدموية زين تسموه Vasa Recta هاي 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 إذا بتجكستو جلوماريولاي كوربصل هاي 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 عددك هاي البازاركتار هذا الرسم شوفوه تعدي طب رينال ارتري بعد طلعت عندك الانتر لوبولار ارتري الانتر لوبولار ارتري لا تقرب الرسم رح يطلع لك هذا زين هس هاي التباعة من قربت الرسم طلعت لك هاي طلعت عندك الكلوماريولاي هاي الافرنت بشوفون هذا شنو هذا شنو هذا افرنت هادي شنو افرنت و هادي افرنت هسعب المقلوبة يالله مو مشكلة نفس الشي المقلوبة هي راسمها هنانا خلنا نحط الون هادي افرنت افرنت و هادي شنو افرنت هادي افرنت تمام هادي افرنت و قلنا يتفرع يكون لك البريتubular او يكون لك البازاركتا اذا كان مخترق الكورتكس هاي امسكو اذا كان افرنت 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 يريد يطب لك بالكورتكس يكون لك يكون لك عفية البريتubular اذا كان يريد يخترق لك المدلة يكون لك شنو البازاركتا هنا اثنين اثنين ايضا يعتبرن شعيرات دموية هاي بالنسبة لمن بالنسبة للبازاركتا يقول يقول الدم رح يطلع من الكدني عمطارك شنو عمطارك فينس او ربة تتفلو 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 وإنترلوبular vein وأفراند vein وأفراند vein نفس الأسامي الفينز تمشي وياما ويالارتري ولكن وحدة داخلي وحدة شنو وحدة طاعة هاي بالنسبة للبلود سيركوليشن فها بالنسبة للبلود سيركوليشن نفس ما قلنا ذن الفروع مالتنا ونفس ما قلنا عدنا بالجيكسترمدلرينفرون احفظوها جيكسترمدلرينفرون يعني النفرونات اللي وين الجزء النفرون اللي موجود بالمدلة شنو فازاركتا الليب الكورتكس عفيا برتيوبولار زين هاي ستيليت بينز عبارة عن بينات تكون شكلها تقيبا نجمي